فجعت مدينة الفلوجة بخمسة من أبنائها نتيجة حديث سير مروع على طريق الأنبار كاركوك من جهتهم حمل ذو الضحايا دائرة الطرق والجسور مسؤولية تأخر إنجاز هذا الطريق الحيوي الذي يربط محافظة الأنبار بمحافظتي شمالي العراق بمحافظة تقول شمالي العراق مؤكدين أن هذا الحادث المؤسف لم يكن الأول على ما وصفوه بطريق الموت ترجمة نانسي قنقر